نشرت النجم اللبنانية هيفا وهبي مجموعة صور إلعى صفحتها الخاصة وبينت فيها من مطار باريس بمقهى هي وعم تنتر طيارتها اللي راح توديها عبيروت ولفتت هيفا الأنظار بإطلالتها المميزة فتيابها كانوا باللون الأسود وحطت مكياج ناعم بيان جمال وجه الدول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر زواج الفنان المصرية شيرين عبدالوهاب من مدير أعمالها السابع لإعلام كريم الحمدي ما نفيت شيرين الخبر بس من أيام أعلنت عن إنهاء تعاودها مع كريم الحمدي وتعاونها مع سارة طباخ كمديرة أعمالها الجديدة اتعرضت الفاشينيستة السعودية بدور إبراهيم لموجة صخرية عالية وذلك بعد ما أكدت من جديد إنه مهر زواجها لازم يوصل لثلاث ملايين ريال وخلال تواجدها بمعرض العطور قربت منها إحدى المتواجدات بالسعودية بمنحة هاتفها الشخصي لتتصور معها وتحط الصورة على صفحتها الخاصة وقالت بدور بطريقة عفوية إنه أي شخص راح يتزوجها ما بتقبل إلا بمهر ثلاث ملايين وأكدت المعجبة بدورة إنه بدور بتستحق مهر عالي كتير الدول رواد مواقع تواصل صورة لأحد أحفاد عائلة الفنان العراقي كاظم الساهر هو ابن إخته واللي بيحمل اسمه وهو كاظم السامرائي الجمهور أكد على الشبه الكبير اللي بيجمعهم ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من المتابعين نشر الممثل المصري أحمد العوضي صورة على صفحته الخاصة لرسالة غامضة وصلت إله من حساب مزيف بيحمل اسم زوجته الممثل المصرية ياسمين عبد العزيز وكان مضمون الرسالة مساء الخير يعوضي وعلق علي وقال معقولي أنا مزوج مين وعلقت ياسمين على المنشور وقالت مين هاي يعوضي واستعانت بصورة للممثل المصري عاد الإمام من أحد أفلامه ورد أحمد علي وقال هاي ياسمين عبد العزيز الحقيقية انتشر فيديو للفاشينيستة السعودية رهف القحطاني بيّنت فيه هي وعم تحكي عن خضوعة لعملية تجميل لأنفع تبرتها فيشلة وحقنا إبرة فيلر بمنطقة الأنف وعبرت رهف عن ندمة بعض خضوعة للعملية وحكيت عن نتيجة حقنة الفيلر ودعت الجمهور أنه ما حدا يعمل هالخطوة لأنها خطيرة كان معكم بموجز الفن علي صولي لا تعرفوا كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن دوت كوم واشتركوا بقناتنا على اليوتيوب